اهلا بكم الى مجازي اخباري الان اكد وزير الخارجي السعودي عادل الجبير في مؤتمر صحفي جمعه بوزير الخارجي روسي سرغي لافروف في موسكو ان السعودية تنسق مع روسيا بشأن الازمة في سوريا مضيفا ان السعودية اكدت مرارا على ضرورة رحيل الاسد اما بالخيار السياسي او العسكري من جانبه قال لافروف انه يجب على بعض الاطراف التأثير على السوريين للوصول لحل سياسي مضيفا بان موسكو والرياض يمكن ان تلعبا دورا لحل الازمة تحديدا في سوريا عرض وزير الخارجي فرنسي جون مارك ايرلوت تقريرا يتهم نظام الاسد بالوقوف وراء الهجوم الكيميائي في خان شيخون الذي اوقع حوالي مئة قتيل في الرابع من نيسان ابريل الحالي اكد اغلوت ان نتائج تحليل اجهزة الاستخبارات الفرنسية تظهر استخدام غاز السارين وانه صنع في سوريا افاد المرصد السوري لحقوق الانسان باستخدام تنظيم داعش طائرات مسيرة قادرة على القاء القنابل لاعاقة تقدم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن داخل مدينة الطبقة في شمال سوريا وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحارف الدولي من الدخول الى مدينة الطبقة التي احتلها داعش منذ عام 2014 اعلنت القوات العراقية استعادة السيطرة على مدينة الحضر الاثرية الواقع على مسافة 125 كم جنوب الموصل من تنظيم داعش هذا وشرعت القوات العراقية بعملية واسعة من ثلاثة محاورة لتحرير قضاء الحضر والمناطق المخطط به بجنوب الموصل وانتهى اليوم الاول بتحرير 12 قرية صرح المتحدث الامني لوزارة الداخلية بان حرص الحدود بمنطقة جازان تمكن من احباط محاولة ارهابية لتفجير رصيف ومحطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة ارامكو السعودية باستخدام زورق مفخخ حيث تم رصد الزورق عند انطلاقه من احدى الجزر الصغيرة بالمياه اليمنية وتزايد سرعته عند دخوله الى المياه السعودية اقتضى بالتعامل معه باطلاق النار على محركته وصلت الغواصة النووية الهجومية الامريكية يو اس اس ميتشيغان قبالة سواحل كوريا الجنوبية ورست في ميناء بوسان بمثابة تحذير لبيونج يانج في دل ارتفاع حدة توطر مع واشنطن شكل هذا الامر مفاجأة امريكية غير متوقعة واجهتها كوريا الشمالية التي كانت تترقب وصول حاملة طائرات الامريكية كارل فينسون بحذر ارتفعت حصيلة تفجير حفلة الركاب في شمالي غربي باكستان الى 13 شخصا بعد وفاة ثلاثة اشخاص متأثيرين بجروحهم بحسب المسؤولين وتبنى تفجير كل من جماعة الاحرار وهو فصل مسلح من شق عن طالبان وداعش قيتام الموجز شكرا المتابعة اشتركوا في القناة